اشتركوا في القناة بعد النجاح الكبير اللي حققوا الموسم السينمائي في عيد الأطحى يستعد نجوم الفن لبدء تصوير أعمالهم السينمائية الجديدة الفنان محمد رمضان يستعد لبدء تصوير فيلم الديزل بعد أسبوعين حيث يعقد بطل العمل حاليا جلسات عمل مع المنتج أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي والمؤلف أمين جمال وسيعرض في بداية العام الجديد بعد منافسة قوية في فيلم الأخير الكنز أما الفنان محمد رجب فيواصل جلسات العمل مع المخرج محمد حمدي لبدء تصوير فيلم الجديد بكيا وتحدد يوم عشرين سبتمبر الجاري موعد مبدئي لبدء التصوير ويعاد هذا الفيلم عودة للتعاون مجددا بين رباعي فيلم سالم أبو أخته للنجم محمد رجب حيث تولى كتابته محمد سمير مبروك وأنتجه أحمد السبكي وأخرجه محمد حمدي وكانت آخر أفلام محمد رجب فيلم صابر جوجل الذي نافس به في العام الماضي يا حبيبي دي وعاة الله جبني فايف كده الفنان خالد الصاوي يدخل المنافسة السينمائية بفيلم اطلعوا لبرة الذي يتعاون فيه مع المخرج وائل إحسان ويفتعدان لبدء تصوير المشاهد الأولى من الفيلم في الأيام القريبة القادمة وكانت آخر أفلام الفنان خالد الصاوي فيلم الأصليين الذي شاركه البطولة الفنانة من شلبي وماجد كدواني وفي ثاني تعاون لهما بعد نجاح فيلم جحيم في الهند يفتعد الفنان محمد عد الإمام لبدء تصوير فيلم الجديد شمس وأمر مع الفنانة ياسمين صبري ومن إخراق شقيقه رامي إمان الفنان شريف رمزي يستعد لتصوير مشاهد فيلم الجديد الطيارة ويتفاوت صنع الفيلم مع أحد كبار النجوم لمشاركة شريف رمزي في أحداث العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي مليء بالمفاجآت وفي عودة قوية له في عالم السينما يواصل الفنان رمز جلال تصوير مشاهد فيلم الجديد رغضة متوحشة ويشاركه في البطولة ريهم حجاجة وهو من تأليف لأي السيد وإخراج محمد كريم وكانت آخر أعمال رمز جلال السينماية هو فيلم كنغر حبنا مع الفنانة سارة سلامة موسيقى